اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هربت وقعت جوه البير السماء بتمطر مسالير الحلزون مكبوت واسير الحلزون انتحرق فدأ والحلزون خبطت وعربية عدت مدان التحرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعمل ايه؟ المصانع والشركات احنا بقى نعمل الكتاب ده بروبجاندا كبيرة عشان ياخدوا الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق لا احنا نعمل الكتاب ده بروبجاندا كبيرة عشان ياخدوا الضجة بتاعته وما ننزليش السوق ليه حضرتك؟ حد احشتري كلام بالفارق ده حاسا وبعدين اولاد لو اروا الكلام ده هتبقى مصيرا اللي عالدي بتفهم الحلزونه جوه؟ موجودة سعتك طيب اشتري كل النسخة حاسا حاضر سعتك ايه في حاجة؟ اوه في مشكلة كده سعتك لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب ببعتها انظر لسيادتك ليه؟ عشان سعتك لسعق بيت نايب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسان الناس بتوع الدائرة ما بيشوفوش سعتك في الجلسات فبعتو يشتكو والناس بتوع الدائرة يعرفو ازاي لابا بحضرش جلسات مجلس الشعب حضرتك الجلسات دي بتتنايل في التلفزيون على الهوى فريت يعني تحضر ولو جلسان لا ما انا ممكن احضر وما طلعش برضو في التلفزيون الاستاذ ماندوح نصر لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن الزجود عنه ان القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت اليه الأمة هناك حالة من العبث فوضى ايو حسن شايفني في التلفزيون لا انت ننور الدنيا كلها يا مورجان بايه ما حدش طالع في المجلس غير ساعتك بضلة حلوة هيلة بس ساعتك لو تجيب الكاربطة وكده شوية كده كويس حسن؟ أمر هو ساعتك مش هتتكلم لا هتكلم طبعا الوضو مورجان أحمد مورجان سيد الرئيس حضرات الأعضاء الموقرين أنا بس عاز أرد على الأخ اللي بتكلم على الأطرات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض لا أبا لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية من أربعة أيام في قطر طلع من الجيزة وصل للعياط زي الفل ما حصلش أي حاجة والركاب كان السعاداء كلهم قاعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها الله واحنا نقعد بقى نمسك في القطرات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط لا يا جماعة لا نيجي للغيف العيش اللي عمال يقول لك ده فيه مصامير واللي يقول لك ده فيه إزاز واللي يقول لك ده طعمه مش عارف إيه طب أنا النهاردة بقى وأنا جاي المجليسكم الموقر عديت على فرن فرن بلدي عادي خالص بس جبت لغيف عيش أنا بس هوريكم عشان حضراتكم تتأكدوا بنفسيكم بغيف عيشة هوا بشلن بخمسة قروش زي الفل ده بس كويت يا جماعة مش عيش فضل لحاجة دوقي دوقي حاجة دوقي معلم دوق 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 ما همكش هو إيه المشكلة في إيه الوادي اللي بيشتري لعيش ومودي لأمه بيأكلوا قبل ما يروح بيتهم أمه تسألوا وقول لها مليان مصامير ومليان إزاز يا جماعة هيد المشكلة إلي إخوة الأعضاء الأيام دي مسكن لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب دي مناعة بتدي مناعة للمواطن المصري قلت مستعب بتدي مصر لبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض ده بيدينا مناعة يا أخوانا الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي ومالهو بيقولك اللي بيشتري من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه الخوجات بيجوا ياخدوا مناعة من عندنا انت بتقولوا إيه وبعدين مياه الصرف الصحي جاي منين مش جاي من الشعب المصري ورايحة للشعب المصري نيجي بقى للإخوة اللي بتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقصام البوليس أنا هقول لكم على حاجة حصلت معي أنا الشخصية أحد العمال اللي عندي أفشوف لابنة وادو القصر بعد يومين ثلاثة قلت روح أخرج الولد روحتول القصر لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل شيل وعملين له طرطة وبيحتفلوا بعيد ميلاده وكل القسم عمال يغني هابي بير دي تو يو انت بتقولوا إياه يا جماعة لا 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 نيجي بقى للإعلام الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا أخواننا في طفرة كبيرة حصرت في الإعلام المصري وفي التلفزيون الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل بربع طيام إشعاعات مالية البلد عن أنفلوان ذا الطيور دي إشعاعات مغرضة أنا جاب لحضراتكم نموذج لفرخة شمورد دي زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم فرخة هي بس مجهدة شوية إنما الفرخة قدام حضراتكم هي زي الفل جاب اه 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 موسيقى شكرا يا مورجان بي شكرا يا مورجان بي أنا بشكرك يا مورجان بي علي إيه يا فنم يا أخي أبا رفض والله ابن حلال بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده كتاب إيه؟ ده دوان شاعري من تعليفي اسمه أبيع نفسي أبيع نفسي العنوان حلم عنوان صادم حقراء وأقول لك رأيه عن إذنك مع السلام يا فنم جائزة المجلس الأعلى للشاعر والأدب أحسن شاعر في مصر فاز بالجائزة الشاعر مورجان أحمد مورجان عن ديوانه أبيع نفسي موسيقى أيها السادة إن أدوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة إنه عصارة الأمل وأي أمل إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري بل ليس الإنسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر